السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم وصفحتكم صاحب الكرة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله مفاجأة مدوية عضو مجلس ادارة الاهلي يؤكد تعاقد الاهلي مع امام عشور اقالة علي ماهر من تدريف فيوتشر اتحاد جدة يفتح خزائنه للتعاقد مع محمد عبد المنعم اعرف الصح لا ده واضح كده ان شاء الله ان شاء الله انها تكون حلقة كويسة جدا باذن الله طبعا يعني انتو عارفين ان معظم الاخبار اللي بتطلع على المواقع الرياضية او اللي بيقولوها اليوتيوبرز كلنا بلاست نأمل ضمنهم انا اكيد او اللي بيقولوها الصحفيين معظم الاخبار دي بتكون تكاهنات يعني ايه تكاهنات يعني الواحد بيشوف رؤية معينة فبيبدأ يتوقع من الرؤية دي او من البوستات دي او من كلام بعض الاشخاص في المنظومة الرياضية ايه اللي ممكن يحصل او المجريات ممكن تصير بانهي شكل فبيبدأ يتكلم عن الموضوع من وجهة نظره اه فيه اكيد طبعا بعض الصحفيين مش بيجيبوا غير اخبار موسوقة واخبار من المصادر وفيه اكيد برضو بعض الصحفيين او اليوتيوبرز او اي حد بيتكلم في الرياضة بيفتكس وبيخترع اخبار وبيتكلم فيها وبيجدب كتبة ويصدقها ففيه كل حاجة يعني ويمكن يعني انتو عارفين ان على قد ما بقدر بحاول ان انا اجيب لك الاخبار من مصادرها الموسوقة اه ولو فيه خبر مش رسمي او مش اكيد بقولك ان ده مش رسمي او مش اكيد ولو فيه حاجة اه طلع حد قالها هي اصلا ما حصلتش بقولك ما حصلتش ولو فيه حاجة زي الوقت توقعات بقولك ان ده توقعات فالنهاردة عضو مجل صدارة النادي الاهلي الاستاذ محمد الجرحي اه طلع وكتب اه يعني من الاخر اه فيه معناه ان رأيك هحترمه بس رأي هطبق انا قال لك خلينا متفقين ان رأيك هحترمه بس رأيي هنطبقه فالكلام ده يمكن ظهر بعض الصحفيين اه المعروفين على الصحة الرياضية جدا برضو بدون ذكر اسماءنا انا معرفش هم يبقوا حابين اذكر اسماءهم ولا لأ اه وقال لك ان اه محمد الجرحي رده ده على اعتراض جمهور الاهلي اللي كان في المدرجات على صفقة امام عشور وابدأت الناس تتكلم في الكومنتات او الناس بتتكلم اللي يقول عندي مصدر ويقول في الكومنتات يقول لك ان كلام محمد الجرحي ده يعتبر تأكيد لانتقال امام عشور للنادي الاهلي والناس بتتكلم من هذا المنطلق او على هذا الاساس فانا عايز اقول كذا معلومة اول معلومة مش شرط ان كل حاجة يكتبها عضو مجلس ادارة نادي معين بغض النظر الاهلي زمالك اي حاجة تكون خاصة بالكورة لان ده اكونت الشخص بتاعه ممكن يكون بيوجه رسالة لبعض الاشخاص في حياته وصحابه بيوجه رسالة لحد فعلته بيوجه رسالة لشخص معين بيوجه رسالة فعلا للجمهور بيتكلم فعلا امام عشور او حاجة غيره ولكن ما نلاقيش ان الموضوع طالع ان خلاص ده هو كده بيأكد ان امام عشور راح للنادي الاهلي اه امام عشور ما عندوش مانع خلاص انه يتعقد مع النادي الاهلي وعلشان نعطي كل دي حقا حق ومعشور راح لمسئولي الزمالك ثلاث مرات بالعدد كلمهم ثلاث مرات بالعدد طالع اشخاص مختلفين وقال لهم عايز ارجع الزمالك قال لهم مفيش في امكانياتنا ان احنا نرجعك عندنا النادي او نشتريك عايز تيجي تخلص من قصتك وعقدك مع ميتلند الدنماركي وتعلى لنا شافي مشافي ونزل في سعرك علشان نرضى ناخدك لا انت كده بتزله يعني ما انت اللي باعته في الاول انت اللي ودته في النادي ده وانت اللي ودته في القصة دي اه اكيد بقردته مش غصبة عنه ولكن في الاخر ما تجيش تقول للعب انت تخلص بقى وتنازل وافسخ وعمل ممكن يتعرض لإيقاف لحاجة فده صعب طبعا النادي الاهلي لما تكلم مع امام عشور باش احنا نحن للك قصتك كلها نكلم مثلا ده نجيبك من هناك اعارة او بيع نشوف لانقدر نوصل لانطريق النادي منتهى الاحترام والوقار والاحترافية في التعامل فاللعب شاف حاجة اللي بينافس الاهلي جدا في موضوع امام عشور وعرض على امام عشور راتب سنوي يكاد يكون ضعف الراتب السنوي اللي عرضه الاهلي على امام عشور هو نادي وبيفوض امام عشور بقوة ولكن رغبة امام عشور هي الانتقال للنادي الاهلي وعدم تجربة رمضان صبحي او احمد فتحي او احمد توفي اي لعب راحوا عايز حسم الى النادي الاهلي لا هل انتقال امام عشور حسم الى النادي بيرامدز لا الاتنين لا ولكن هل امام عشور هيكون متواجد في الدورة المصري الموسم القادم بالنسبة كبيرة اه يا بيرامدز يا الاهلي فهنشوف الموضوع هيحصل في ايه ولكن مش مش تويت او البوست بتاع محمد الجرحي عضو مجل زرادة النادي الاهلي محكمة الاحترام للجميع طبعا ده بيؤكد بقى ان هو بيهاجم الجمهور اللي في المدرجات لا ده بيبقى ضدهم لا هم خلاص تعقدوا مع عشور الراجل ما قالش اي حاجة بيتكلم كلام رسائل غامضة ممكن تكون فعلا ده قصده يكون اقوى عشور خلاص خلاص ومع الاهلي وهو بيوجه جثرة للجمهور اللي كان في المدرجات وممكن يكون لا بس الاقرب عشان اكون برضو صريح معاك الاقرب ان الناس المشهورة دي او اللي بيكونوا في مجالس الادارات او حاجة زي كده بتبقى معظم رسائله في الكورة فغالبا هو قصده على اقوى معشور اقالة علي ماهر من تدريب فيوتشر عشان نكون صراحة واضحين نادي فيوتشر اسبقت نفسه على الساحة الرياضية نادي فيوتشر منساعد مصعد للدور الممتاز وهو الراجل يعني حاطت رجله وثابت نفسه وقدام الناس كلها هو يعني من الارباع الكبار دلوقتي خلاص في الدور المصري يجب نكون متوقعين على حاجة زي كده خلاص بقى الارباع الكبار هو اهل زمالك المسلم القادم خلي بالك يبقى فيه ناس دانية دخلت اي لزيد هيعمل سبقات قوية جدا المصري هيدعم بسبقات قوية المصري اعتقد كان في المركز الخامس معرفش لسه في الخامس هو ده الاندياة الجمهيرية وعضها هيعمل سبقات قوية اه فيه كلام ان الجونة كمان هيعمل سبقات قوية هنشوف فالدور المصري السنة الجهة بقى اقوى بكتير يعني فيوتشر عايز مدير فني اوروبي اجنبي كابتن علي ماهر عمل عليه خلاص مع فيوتشر لك ادارة فيوتشر شايف ان خلاص دور علي ماهر خلاص معهم وانتهى لغاية دلوقتي كابتن علي ماهر معروض عليه عرض قوي جدا من نادي فاركو وبنسبة كبيرة جدا هنشوف كابتن علي ماهر المدير الفني القادم لنادي فاركو الموسم القادم بإذن الله فاركو هيعمل تدعمات قوية لانهم مش عجبهم وجودهم في المركز التاسع دلوقتي في الموسم الموسم لسه مخدرسش بس هم كانوا فاكرين انهم هيكونوا في اماكن اعلى من كده فيعتبر خلاص دي نهاية يعني اخر موسم لكابتن علي ماهر مع نادي فيوتشر وهينتقل لنادي فاركو الكلام ده بنسبة كبيرة بإذن الله وفيوتشر بيفكر في مدير فني اجنابي وغالبا احتمال يجيب مدير فني من اللي كانوا في الدورة المصري قبل كده بدربوا اهلي او زمالك ويجيبوا حد من اللي كانوا بدربوا اهلي وزمالك واعرفكم الموضوع بالزبط يعني اتحاد جدة يفتح خزائنه للتعاقد مع محمد عبد المنعم صحف السعودية بتتكلم بتقول ان محمد عبد المنعم مرشح بقوة لخلافة احمد حجازي في نادي اتحاد جدة بعد اصابة حجازي بالصليبي وتأكد غيابه عن بنسبة كبيرة يعني الدور الاول من المسم الجاي بنسبة كبيرة كله وفيه كلام ان احمد حجازي هو اللي رشح لمسؤولي اتحاد جدة محمد عبد المنعم ليكون موجود كخليفة لي في نادي اتحاد جدة ولكن قولا واحدا افتكر كلامي نادي الاهل المصري لن يقوم بالتفريط في محمد الشناوي النادي النصر ولا محمد عبد المنعم النادي اتحاد جدة مشافراته فيهم غير بمبلغ يتعدى العشرة مليون دولار غير المبلغ ده او اقل منه محدش فيهم هيمشي من النادي الاهلي بنسبة كبيرة جدا 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 كان معاك اخوكو صديقك عمر قاطف في قناة صفحة صاحب الكرة وفقرة اعرف الصح اراك ان شاء الله فيديو جديد سلام عليكم